لا وفيه شضايا ندم فيه انتهيك الرضا أيها الأفاضل لطيفة جميلة أرجو أن لا تغيب عنه لتحمد الله في عطائه وفي منعه وقل من ينتبه إلى هذه اللطيفة المنح عطاء والسلب عطاء عطاء يصلح الله به العبد وهو لا يدري عطاء يصلح الله به العبد وهو لا يدري فهو الحكيم سبحانه الذي لا تزول حكمته في عطائه وفي منعه بل هو الحكيم في عطائه وهو الحكيم في منعه تبارك وتعالى نعم الرضا أيها الأفاضل مستراح العابدين وأنس المحبين وروضة المشتاقين الرضا أنس المحبين ومستراح العابدين والعارفين وروضة المشتاقين وما أعظم هذا المقام وما أشرف هذه المنزلة وما أجل هذه المكانة قد يتصور كثير من الناس أن العطاء بالمنح والإمداد ولا يتصور كثير من الناس أن العطاء أيضا يكون بالسلب وهو عطاء قد يصلح الله عز وجل به قلبك قد يصلح الله عز وجل به عقلك كم من رجل عاد إلى الله بعد مصيبة بعد موت والده بعد موت أمه بعد موت أخيه بعد موت ولده بعد فقد ماله بعد فقد عضو من أعضائه بعد فقد صحته أولم أقل لك بأن السلب عطاء وفضل من رب الأرض والسماء يرب الله عز وجل به عبادة من حيث يضرون أو لا يضرون ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون في كل ضراء وفي كل محنة وفي كل سلب تذكر قول الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأول وجه من أوجه الحمد أن تعرف من أعطاك وأن ترضى بما أعطاك اللهم ارزقنا الرضا لا تعترض على عطاء الله لك لا تعترض في السراء ولا في الضراء ولا في الشدة ولا في الرخاء بل كن على يقين أن قضاءه عدل عدل في قضاءك عدل في قضاءك كيف يحقق العبد مقام الرضا وكيف ينزل العبد منزلة الرضا قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى بأربعة أشياء هل بل حضرتك أن يقول لربه تبارك وتعالى يا رب إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبت وإن دعوتني أجبت يا الله تاني تاني كيف يحقق العبد مقام الرضا بأربعة أشياء أن يقول العبد لربه جل وعلا يا رب إن أعطيتني قبلت أنا قابل لأي عطاء منك فعطاؤك عدل وعطاؤك حق وأنت الحق يا رب إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت هذا هو الرضا إن منعتني رضيت وإن تركتني عبت يعني أنا ملازم لعتبة العبودية لن أفارقها وإن تركتني عبت وإن دعوتني أجبت فأنا عبدك مرني وأنا أنتثل الأمر لن تجدني حيث نهيتني ولن تفقدني حيث أمرتني وإن دعوتني أجبت هذا هو مقام الرضا وهذا هو العبد الراضي عن ربه وبربه جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عدوا عنهم رب إني لك عدت من سراب فيه تبت وعلى وجهي شضايا ندم فيه انتهيت وتلاشت في زوايا قال دي أنا سريت فإذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا